موسيقى سلام عليكم مشاهدنا الكرام نرحب بكم من جديد في تغطيتنا المباشرة والمفتوحة والخاصة بالرئاسيات المزمع تنظيمها في السابع عشر من الشهر الحالي أبريل نيسان مشاهدنا الكرام يومان يفصلاننا عن إجراء انتخابات رئاسية تصفها السلطة بالمفصلية والتاريخية لشعب الجزائري مشاهدنا الكرام اليوم سنركز على ثلاثة رؤى خاصة حول هذه الرئاسية سنتحدث عن المقاطعين الذين يرون في المقاطعة حل لهذه الانتخابات وتسجيل موقف للسلطة على أساس أن هذه الانتخابات لن تكون بدعا عن الانتخابات السابقة نتحدث أيضا عن المشاركين عن عبد العزبو تفليقة مرشحا رئيسيا مثل ما تراه أحزاب المولاء ثم نتكلم عن الرأي الثالث الذي لا يرى في المقاطعة حل فقط بل يضيف إلى ذلك التفعيل هذه المقاطعة والتفكير في المرحلة الثانية قبل أن نأتي إلى تقييم الحملة الانتخابية لبأس بمشاهدة هذا التقرير ثم نعود ساعات معدودات تفصلنا عن موعد الفصل في من سيكون الرئيس المقبل للجزائر موعد يأتي بعد أيام من حملة انتخابية شهدت خروقات قانونية حروب إعلامية وكلامية واستعمالا فاضحا للمال الفاسد ولوسائل الدولة من طرف مديري حملة الرئيس وقبل كل هذا وبعده رئيس افتراضي كما وصفه الكثير من متتبعي الرئاسيات يترشح لعهدة رابعة وهو مريض لا يقدر حتى على الهمس بجملة مفيدة وبصورة متواصلة ومسر على الفوز مهما كلف ذلك الجزائر وشعبها من ثمن كما يصفه كثير من المراحظين المراقبون أجمعوا أيضا على أنها أغرب انتخابات رئاسية يشهدها العالم استرار النظام على إعادة إنتاج نفسه وتجاهوله لمطارب الطبقة السياسية والمجتمع المدني لتوقيف المهزلة والانخراط في حوار وطني تتمخذ عنه مرحلة انتقالية تؤسس لعهد جديد يستعيد الشعب من خلاله الشرعية الضائعة أدى إلى مقاطعة أحزاب وشخصيات سياسية الانتخابات وإلى ظهور حركات من المجتمع المدني تنادي بأعلى صوتها بركات براء رفض وابزايد وغيرها وترفض الانتخابات برمتها ومهما كانت النتائج لأنها ترى فيها استمرارا لنظام قمعي وفاسد لا يحلو له العيش إلا في الأجواء الفاسدة والمياه العكرة ومصاب بحساسية عالية من الشرعية الشعبية الشرعية الشعبية التي لم يذق طعمها المواطن الجزائري إلا في بداية التسعينات بعد أن سجل الشعب أعلى مشاركة حقيقية في الانتخابات لكن النظام أجهض المسار الديمقراطي لينفجر الوضع وتفقد الجزائر ربع مليون من أبنائها في أسوأ وأقدر مأساة عرفتها الجزائر المستقلة رئاسيات العهدة الرابعة لا تختلف عن الثالثة ولا الثانية ولا الأولى فالأمر محسوم ولا مبرر لأن يتخلى النظام القائم عن السلطة لأي من المترشحين الخمس الآخرين عن طريق الصندوق وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق المترشح وابن النظام علي بن فليس بين هذا وذاك لا مؤشر في الأفق على أن النظام قد حفظت درسة من العشريات السوداء منها والحمراء وسنون الفساد الممنهج في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يدرك النظام حقيقة خطورة الوضع الذي أوصل إليه البلاد بتصميمه على إعادة صنع نفس الشروط والأسباب المنتجة لوضع هش وقابل للإشتعال أن الشعب هذه المرة سيكشف عن عبقرية تغيير شامل وعميق وسلمي التقرير لزميل محمد مغراوي مشكورا ورحب مشاهدنا الكرام بضيفي الكريمين في الستوديو محمد سعيد لبيز الناشط السياسي والمستشار الإعلامي محمد عربي زيطوت عضو أمانة حركة رشد وبهي أبدأ النقاش أستاذ محمد عربي ما هي أبرز ملاحظاتك على الحملة الانتخابية وهي لفضت أنفاسها الأخيرة البارحة السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله تحية لكم مشاهدين الكرام لعلها قمة الغرابة قمة الغرابة في انتخابات لا أعتقد أن العالم شهد من قبل انتخابات بهذا النوع حيث أن الفائز حتما لأنه لن يكون غيره فائز لا يستطيع أن يتحدث لا يستطيع أن يظهر لا يستطيع أن يقف على رجله وربما ظهور محتشم جدا مع هذا الأجنبي أو ذاك الزائر غريبة بكل مقييس إلى درجة أن هذا الذي يقول أنه رئيس وظل الدعاية تقول وتكرر تدخل خارجي هناك من يريد أن يأتي بفلان وفلان يضطر هو وأصحابه أن يأتوا بوزير الخارجي الأمريكي لكي يعطيهم شيك باياذ كما أعطاهم الفرنسيين من قبل ويضطر بأن يأتي بأمير قطر لكي يعطيه شيك باياذ ويضطر بيأتي بمسؤول المتحدة وربما من الأوروبيين ثم من إسبانيا وعند الإسبان يشتكي بشكل غير معقول هو هو الذي لا يستطيع أن يجمع عشر كلمات مع بعضهم استطاع أن يجمع الكلمات ويقول أن هناك إرهاب يمارسه خصمه الغريب في الأمر أنه يتهم من كان رئيس وزراء بأنه يمارس ضده الإرهاب أو العنف وفي نفس الوقت اللي كانت ما يسمى بالمداومة من تاعه أصدرت بيان تتهم فيه بن فليس بكل المآسي هذا بخلاصة الموضوع وباختصاره يعطينا فكرة على طبيعة الشخص وطبيعة النظام وإلى أين نتوجه بكل أسف وبكل ألم وبكل غضب نتوجه ليس فقط للمجهول وإنما أنهم يصنعون فوضى عارمة وطفان يريدون أن يكون طفان بعدهم وليس إلا هم ولطفان يعني حملة انتخابية مليئة بالتجذوبات من قبل جميع من شاركوا فيها سواء المولات أو سواء كذلك المقاطعين وكذلك المشاركين ما رأيك أستاذ محمد سعيد في الحملة الانتخابية ما هو تقييمك الأولي عليها الكثير من المتابعين يقولون بأن حملة انتخابية شهدية الجزائر كانت سجلت الكثير ملاحظات تجاوزات متابعات قصف وقصف متبادل وما إلى ذلك أول واقف لك كل سي السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام تحياتي إلى كل المستمعين على هذه القناة وفيما يخصها أخي أثمان بدأت شرح هذه الانتخابات عبارة عن مصرحية ونحن الآن مع الأسف نقترب من نهاية هذه المصرحية وأنا أقول أنها ليست مصرحية فقط بل هي مهزلة مهزلة في التاريخ من حيث ما قال الأخ محمد العربي أنا زيادة على ذلك قد ذكرتها في عدة حوارات أن الإنسان الذي فقد الوعي والإنسان الشبح هذه لم يصدر لها مثيل في التاريخ وفي الانتخابات في أي بلد من البلدان العالمية لم يظهر نفسه ويظهر نفسه ولو دقيقة أمام الشاب فكيف نريد أن نقول أن هذا الإنسان نستطيع أن نعطو له أصواتنا من ناحية كذلك ورأي قد وقع هناك ردة فعل في الشارع وطبعا هذا ما لا أريد أن أراه لأن الآن كل شيء مطبوخ على المائدة ولم يبقى إلا أخذ الأكلة الأخيرة بعد يومين من تقرير هذه الانتخابات سيد محمد العربي أمام هذه التجاذبات أمام هذه الاحتجاجات بين الفينة والأخرى تقريبا الآن صارت كل يوم في قاسم طينا اليوم كانت في غليزان قبل أمس كانت في الجزائر العاصمة وهناك وعود لربما توسيع نطاق الاحتجاجات لكن مع ذلك النظام يسر على أن التغيير يجب أن يكون بالانتخابات ليس هناك حل لتغيير حال الجزائرية لأحسن الحال إلا بالانتخابات بالتزوير يعني ليت كانت بالانتخابات الحقيقية لا يوجد أفضل في أي مكان في العالم لا يوجد أفضل من تغيير أو استبدال النخب بالحاكمة وتبادلها للمناصب أو استبدالها للمناصب أو تغيير المناصب بالانتخاب هذا هو أفضل ما وصلت له العقول ونحن كمسلمين هذا هو ما قره الشرع بالنسبة لنا يعني قضية أن الحكم هو عند الأمة عند الشعب إذا شئت أو الأمة إجمالا والحاكم يستمد شرعيته لأن الله لن ينزل لا ملائكة ولا أنبياء محمد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا بد أن يحكم هناك بشر يحكمون بشر آخرين فهذا الحكم له قواعد وله أسس وله مبادئ وأهم المبادئ أصل المبادئ هو أن مصدر الحكم مصدر الأمر مصدر السلطة هو الشعب وهكذا تقول دساتير حتى دستورهم يقول هذا الكلام لكن دستورهم لا يحترمونه ولو احترموه لتبقوا المادة 88 لماذا وجدت هذه المادة وجدت لأنه عندما يكون الرئيس ليس في وضعه هذا وضعه يعني كارثي في وضعه أقل بكثير يعني يكفي أنه لم يخاطب شعبه 23 شهر نحن اليوم 14 أفريل صحيح؟ وآخر خطاب اللي قال فيه طاب جنانو أو طاب جنانا بعبارته واللي كان مخادع لأن الميزة اللي ميزة حكم بطفليق أشوف تميز بالنهب بالفساد وبالخداع كل ما تحدث عن شيء اللواتة بعكسه تحدث عن الكرامة وعلى العزة تحت المجال الجوي للأمريكيين والفرنسيين يعبثون في الأجواء كما يشاءون وفي الحدود كما يشاءون ويدخلون ويخرجون كما يشاءون أمريكيين عندهم قواعد يدخلون ويخرجون تحدث على العدالة الاجتماعية فإذا بالفقر يصل إلى حدود غير مسبوقة وبالغنى يصل إلى حدود غير مسبوقة طبقة قليلة جدا صغيرة جدا استغنات وأصبحت بالمليارديرات وطبقة كبرى أو جزء كبير من الشعب الجزائري فقير والجزء الآخر حاصل فيما عيشته في الغالب يعني في الغالب تحدث عن قضية المصالحة فإذا بها مخادعة وكذب ليس له حدود وليس له مجال يعني أصبح القاتل المجرم الذي قام بانقلاب الذي قام بأرسل الناس إلى الصحراء الذي قتل لخطف الآلاف ما زال أمهاتهم وأبأهم يبكون الدماء من أجلهم أصبح بطل من حماة الجمهورية والذي ضحقوا والذي استفاصلوا الانتخابات أصبح هو المجرم بل بالعكس حتى الذين حملوا السلاح سواء عن حق أو عن خطأ ربما استفادوا ولكن الناس الذين وقفوا مواقف سياسية ووقف مواقف مبدئية فإذا بها لحد الآن تعاني وكثير منهم ما عندهم الجوازات وكثير منهم أنا أؤكد لك أن لحد الآن ما زالت تصني رسائل الناس ما زالت منذ 92 الناس حملت شعارات كذبت في الحائط ما زالت مسجونها منذ 92 والقائمة طويلة كلما وعد مثلا بتنوع الاقتصاد وبتعزيز الاقتصاد فإذا بالدخل 99% من البترول والغاز فإذا بالشركات تنتهي تقريبا لا شيء تغير ساءت الأحوال أكثر ساءت الأحوال من كل جوانب أخطر ما ساء في الجزائر وأعظم حتى من المئتي ألف الذين قتلوا والمئات الألاف الذين جرحوا أو سجنوا أو عذبوا هو ما أصاب العقل الجزائري ما أصاب الأخلاق الجزائري لم يعد الجزائري هو الجزائري الذي كان معروف في الغالب في الغالب لم يعد بتلك الأخلاق وبذلك الشموخ وبذلك العزة والإباء والكرامة بل بالعكس أصبح لما يسرقش لما يرتشيش لما ينهبش لما يدرش القهوة لما يدرش تشيبة لما يدرش ما يعرفش يعيش مش قافز انقلبة المقاييس فهناك انقلاب شامل على المجتمع الجزائري وعلى مبادئ هذا المجتمع طيب سيد محمد سعيد يعني أمام هذا الإسرار على أساس أن الانتخابات هي انتخابات محسومة مزورة وهناك من قلست مزورة اليوم فقط بل منذ تغيير المادة المادة المهمة جدا في الدستور فتح العهدات على مصر عيها نتيجة محسومة الانتخابات عزيز بوتفليقة هو اللي راح ينجح بدليل أنه الأمن معاه الجيش معاه الإدارة معاه الولاية رؤساء الدوائر الوزراء عثر تعديل وزاري صار لهؤلاء اللي اشتركوا فينا انتخابات كلهم في صف بوتفليقة ومع ذلك هناك فاصيل مهم يسر على المشاكلة في الانتخابات وأنت تعرف من هو هذا الفصيل اللي هو منافس عبدالعز بوتفليقة يسر هو في قرارة نفسه أن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيه ولا جفافة ولكن مع ذلك يسر على المشاركة فيها على أي أساس يعني اعتمده أولا وقبل كل شيء نابد أن نرجع أخي عتمان إلى الحقائق وإذا رجعنا إلى الحقائق التاريخية منذ وجود عبدالعزيز بوتفليقة في الساحة السياسية الجزائرية منذ عام 1999 هو ليس له المصدقية ولا الشرعية الشعبية على أساس أنه انتخب أقل من 33% في العهد الأولى ف يعني منذ هذه المدة لم يكن هناك تغيير بل بالعكس فيه هناك تغيير وأنا ألخصها في هذه الجملتين فرنسا الاستعمارية استعملت سياسة الأرض المحروقة وسياسة هذا النظام وليس السلطة الحاكمة في الجزائر استعملت سياسة تخدير تخدير العقول وتجويع الشعب الجزائري وتهميشه بحيث في المرحلة هذه قضية على الشخصية الجزائرية قضية على الوطنية وحتى أصبح شهدائنا الأبرار يشتمون على يتاجر بهم تجارة على الملاء وليس الأخطر من ذلك هو الجزائر الآن الجزائر كشعب ودولة وبلاد أكبر بلاد من الناحية الجغرافية في إفريقيا أصبحت تباع بالمزاد في الأسواق العالمية ولا أحسن شيء على ذلك هو استغاث بهؤلاء الناس أو الأوروبيين وأمريكا أنا هذا الإنسان أتوقع أنه فقد الوعي فقد الوعي وأنا ذكرتها يعني منذ أن دخل إلى فالدوغراس أن المبدى 88 لا بد عليها أن تطبق زيادتنا على ذلك أخي هو مساعدة لأن النظام يستعمل كل ترسانته وبالأخص الإعلام الإعلام في الجزائر والمذيعة والنشر الإخبارية تقول وقد استقبل فخامة رئيس الجمهورية نحن نعرف أن لما وضع الملف في يوم عشر فهو أصبح مترشح مترشح كالخمسة الأخرين يعني الأخرين فلا يحق له أن يسمى بأسم فخامة رئيس الجمهورية فأنا أقبل يعني إذا كانت هنا مصداقة الإعلام الجزائري ونعرف أن الإعلام الجزائري كل ورا يعني فريق بوتفليقة وتقول فخامة رئيس الجمهورية فهذا يعني استخفاء بأربعين مليون نسمة من الشعب الجزائري طيب الانتخابات محسومة القاه الأخي قل لك الانتخابات محسومة والتصوير سيطالها مثلما طال الانتخابات السابقة ما الذي تغير يعني لماذا هؤلاء المرشحون يسرون بل يلحون إلحاحا مثلما جاء في ما سبق أن الانتخابات لابد من خوضها الانتخابات هي لعبة ونحن نعرف من هو اللاعب ومن هو يعني بالدرجة يقولوا اللعب حميدة ورشام حميدة فهذا ليس بجديد هذا ليس بجديد الأخطر ماذا سوف يكون بعد 17 أفريل هل الشعب الآن يريد تغيير النظام وتغيير الأشخاص هل الشعب مع العهدى الرابعة أو ضد العهدى الرابعة الأغلبية الساحقة الآن وكل المؤشرات وكل المؤشرات في الجزائر ومن ناحية يعني الرأي العام الذولي أن الغلبية الساحقة ضد هذه العهدى أنا لا أستطيع أن أعطي صوت لإنسان شبح مستحيل فإذا كان الشعب الجزائري أغبى لهذه الدرجة فوالله يعني أتحير لهذا السكوت طيب وهل هناك ضمانات لأن يعطيها الشعب لشخص تاني بدل هذا الشخص الشبح أو الغائب ليس هناك ضمانات أنا قلناها التغيير لن يصدر بين عشية وضحاها أخير أثمان فالتغيير لابد من مبادرة لابد من مبادرة ونحن نعرف المترشح يعني دول وزن الثقيل المضاد لبوتفليقة وفريقه هو بن فليس طبعا المرشحين الأربعة يعني ما عندهم هو النظام ووضعهم ليعني ما عليش نخلي المبادرة هذه على جنب لأنه الآن بقلنا يومين على الانتخابات خلينانا في موضوع الانتخابات المبادرات من بعد يكون وقت أنا أحكو على الانتخابات هناك من يقول الانتخابات مزورة ومحسومة ما فيش داعي ندخلوها ما فيش داعي نشاركوا فيها وفيه فاصل آخر يقول لا ليس هناك حل إلا المشاركة في الانتخابات اللي يقول المزورة هو أحد فقط ما فيش داعي نشاركوا وانت وش رأيك فيها المسألة طبعا أنا من ناحيتي ومن خلال ناحية تحليلي ومن خلال نضالنا في هذا المجال تابعت هذه المرحلة إلى النهاية وقد غيرت رأيي من مقاطع الآن إلى مناصر لماذا؟ إلى مشارك قصدك إلى مشارك إلى مشارك وأعطيت صوتي لمرشح طبعا وأقولها على الملاء لسيد بن فليس لا بد هناك من تغيير لا بد هناك من تغيير نحن نعرف أن بن فليس هو ابن النظام نفس الشي لكن من خلال الصريحات ومن خلال الضمانات التي أعطاها للشعب الجزائري الآن هذا لا يخدم المقاطعة لا تخدم لا تخدم مصلحة الجزائر ومصلحة الشعب الجزائري بالعكس تخدم النظام والنظام الغاشم هذا يعني النظام المعوق هذا له يعني يعني كل الأمور اللي رح يخطط فيها بعد سبعتاشر بعد سبعتاشر وهذا ما يريد طيب الآن مشاهدنا الكرام نسمع وجهة نظر أخرى ينضمن الآن طاهر بل أخضر أحد خيادية الجباسية من الإنقاذ أستاذ طاهر بعد الترحيب بك هناك أرى موجود الأنفسحة السياسية في الجزائر أرأي اللي ينص على المشاركة بل يلحى للمشاركة على أساس أنه الانتخاباتية الهل وحيد للتغيير ورأي آخر يقول لابد من المقاطعة ضيفي هنا كان يتحدث على أن هذه فرصة يجب أن لا نضيحها وأن نقف جنبا إلى جنب علي بن فليس حتى نغير النظام ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم على ضيورك الكرام على جميع المشاهدين أخي الكريم لكل مواطن الحق أن يتخذ الموقف الذي يراه نعم أما نحن في الجبال الإسلامية النقاط فقد عبر البيان المنظم من قبل قيادة الجبهة عن موقف ناء الواضح فريح وهو أن هذه الانتخابات لا تمثل لا حدث وأن يوم 16 أبريل سيكون كيوم 18 أبريل وأن هذه الانتخابات هي تكريس للنظام القائم وبالتالي دعوتنا صريحة إلى مرحلة انتقالية يلتقي فيها جميع الفرقاء السياسيين بما فيهم السلطة بما فيهم جميع مؤسسات الدولة لقاء تحاور سلمي هادئ للخروج بالجسائر من الأزمة لكن إذا سمحت لي أخي الكريم لبعض الملاحظات حول مصار الحملة الانتخابية خاصة ونحن نشهد اليوم نهايتها إذا سمحت لي بذلك يقول ربما الكثير تكلموا عن مصار هذه الحملة الانتخابية ولم ينتبهوا إذا الجوانب إيجابية جدا فيها إيجابية للشعب الجزائري عموما وللجبهة الإسلامية خصوصا خاصة نحن نعلم أن في أي انتخابات تكون منافسة سياسية بين البرامج والخيارات الكبرى بين مختلف الأطراف لكن الذي ميز انتخابات 17 أبريل هو أن الحملة أو الذي ميز الحملة الانتخابية 17 أبريل هي أنها كانت صراع مهتدم صراع بين أطراف النظام بين أجنحة النظام كانت أطراف النظام وحدها في الحالة بهي التي تتصارع فيما بينها بألفاظ عنيفة بتهديد بالإرهاب بتهديد بالعنف بتهديد بسنوات الجمر بتخويف الشعب بترويع هذا الطرف يهدد بتدخل الجيش وهذا يهدد بألفاظ عنف مختلفة وهذا يتوعد وهذا الموقف إيجابي جدا بالنسبة لنا لأنه يظهر النظام على حقيقته أيها الشعب الجزائري هؤلاء هم جميع المترشحين غير وغيرهم هم من أبناء النظام ها هي حقيقتهم لا يحسنون إلا لغة التهديد ولغة العنف حتى فيما بينهم حينما يختلفون وهذا يؤكد حقيقة واحدة لأن سواء مكلاء النظام أو المترشحين أو زروال أو حمروش أو غيرهم لا أعتقد أنه فيهم أحد ينتمي الجبل الإسلامي للنقاذ لذلك هنا يطرح السؤال من يمارس الإرهاب من يعيش على الإرهاب من لا يستطيع أن يعيش إلا بالإرهاب هذه مراحضة أولى المراحضة الثانية هو أن هذه الحملة الاستخابية قد صاحبها موقف شعبي رائع هو ذلك الموقف الذي خرج من خلاله الشعب من حالة العطالة السياسية التي كان يحاول أن يفرض عليه وقد تكلمت في مداخلة سابقة أن النظام يبني رهانه على إبقاء حوالي 70% من الشعب الجزائري في حالة عطالة سياسية في حالة مقاطعة سلبية بينما يستفيد من 30% من أنصار النظام ومن المغرر بهم لكن هذه الحالة اليوم لم تستمر فالإحتجاجات في جميع ولايات الوطن بالتقريب والأوضاع ملتهبة ولعل غردايا ليس ببعيدة عنها مما يدل على أن الشعب قد خرج من حالة العطالة السياسية ومن حالة الموقف السلبي إلى حالة المطالبة إلى حالة المطالب بالتغيير وبذلك يدرك النظام أنه قد فشل في مشروعه طبعا إن كان له مشروع الأمر الثاني الذي نستفيده وإيجابي هو أن وكلاء النظام يزايدون على الشعب الجزائري بالمصالحة والاستقرار لكن صراعهم على حلبة الانتخابات هل يؤكد المصالحة؟ أين هي المصالحة؟ إذا كنت تهددون بالخوف وبالإرهاب فأين هي المصالحة التي قلت منها أقد أحلت السلم والاستقرار وقضت على الإرهاب وأنتم اليوم تهددون بالإرهاب وبالعنف والجبهة بعيدة الجبهة تتفرج فيكم فقط وتلاحظوا مصاركم وتترك للشعب أن يحكم ولكل عاقل ولكل منصف ولكل موضعي ولكل صادق مع وطنه وصادق مع نفسه وساقد صادق مع ربه يعرف الآن من هو الإرهابي ومن هو الوطني فعلا طيب سأعود لك أستاذ طار سأعود لك بعد لحظات أعود لك الآن سيد محمد عربي زيطوت الحديث في الوقت نفسه يدور في السحة السياسية عن المقاطعة الشعب الجزائري قاطع الانتخابات السابقة في 12 مائل في وثنين كذلك في وثنى عشر بنسبة كبيرة حوالي 12 مليون من الجزائرين قاطعوا الانتخابات ولكن حجة الآخرين أنه قاطعتم الانتخابات وماذا حدث أعطيتم فرصة للنظام وماذا في طروحاتي في أفكاري في مناهجي في مخططاتي وأنتم بهذا المخطط ستعطونه فرصة أخرى لما تقاطعوا الانتخابات والنظام سيزكي هذه الانتخابات حتى ولو كانت نسبة ضئيلة جدا مشاركة أقصد ماذا ترد عن الذين يقولون عن المقاطعين إنهم أيضا يغامرون بإرادة الشأن شوف أخي يظمان أولا النسبة التي ذكرتها ليست صحيحة هذه النسبة التي ذكرها أنت تنقل الآن في النسب الرسمية الحقيقة النسب الرسمية أكثر عودتنا دائما أنها مضروبة في ثلاثة عندما يتحدثون على 45% مشاركة علم أنها 15% عندما يتحدثون على 60% أعلم بالي أنها 20% هكذا تعودنا والصوفت وير قاعدين يختموا به نفسه تقريبا منذ 20 سنة والآن لست أنا القائل يعني أنا لما كنت أنا نقول هذا الكلام وأنا منذ 20 سنة تقريبا نقول هذا الكلام كنت اتهم بكل النعوة الآن والي ظل معهم لعلك استمعت إليه اللي كان والي في جيجل ثم عن نابة ثم وهران ثم عن نابة قال أنه لم تكن هناك أي انتخابات إلا وطلبة منها أن يفوز أنصار السلطة أو ممثل السلطة أو حزاب السلطة وأنه فقط انتخابات 90-91 لخرج من أيديهم كما تعلم إذن فالانتخابات في الجزائر هي مثلما كانت الانتخابات أيام النظام الفرنسي أيام الاستدمار الفرنسي ومعروفة انتخابات ناجل ومن معه ولذلك هم لا يفهمون شيء بالرغم أن التاريخ ليس ببعيد يعني الأربعينات ليست بعيدة بقرون هي بعيدة بستين سبعين سنة ما الذي دفع بالجزائريين بعد 124 سنة من استعمار كان الجميع يظن أن الجزائر انتهت وأصبحت فرنسية إلى الأبد حتى أن فرحات عباس وهو المناظر الكبير رأى أنه خلاص ما فيش دولة جزائرية خلينا نقبله بالوضع الرهن ما الذي دفع بشباب أن يقوم بثورة وثورة عنيفة وعنيفة جدا وثورة مسلحة اهتز لها العالم ما الذي دفع في الحقيقة المنكر المطلق الفساد المطلق الظلم المطلق لمرسوه الكولون مرسوه الفرنسيس كانت بعض الأصوات الفرنسية تحذرهم تقولهم أنكم تدفعون إلى سحقكم وأن هذا الشعب في نهاية المطلق فرغم كل ما وصل إليه ورغم كل اليأس اللي رأي يعيشه والبؤس اللي رأي يعيشه والضعف اللي رأي يعيشه والجهل اللي رأي يعيشه والدمار اللي رأي يعيشه سينتفض عليكم إذا استمر الظلم لكن لم يسمعوا وبالتالي كانت الحقرة وكانوا جزائرين خماسين وكانوا جزائرين في أفضل الحالات لا يجدون ما يأكلون وكثير منهم يموت بالأمراض ويموت من الجوع ويموت لكن تفضوا وأخرجوا فرنسا وما أدراك ما فرنسا فرنسا ليست شيء بسيء أنا أريد لا لا أريد أن أقوم لأن هذا شعب واحد وهذه أرض واحدة وهذا بلد واحد نحن شعب واحد مش رح تغير عقولنا ما بين جيل وجيل كما فعل فرنسا كما فعلت فرنسا يفعل هذا النظام المجرم وهو لا يرقى إلى واحد من المليون من قدرة فرنسا ومن كانية فرنسا يذهبون بيأس مطلق هل يعقل بي رجل شبه ميت هل يعقل ألا يكون فيهم واحد يقول خلاص هذا الرجل من 62 وهو وزير جاء على دبابة جيش الحدود ومن 62 هو يجيبه العسكر وزير ثم رئيس ثم هل يعقل لا حبست عندهم ولكن المقاطعين يقولون هنا مقاطعين الانتخابات سواء بوتفليقة حضر أو لا أنا جايك لا أنا جايك هذا المثال فقط لو كان هذا النظام يفهم يعني ما يس بوتفليقة راح يتهم بن فليس اللي كان رئيس وزارة وبالإرهاب يعني لو كان هذا النظام يفهم لو كان لعب غير شوي تغيير داخل مهمش قادرين تعرف لماذا أولا لأنهم أكثر هم تجاوز السبعين مثلا لحبست عندهم كثير من الأمور ثانيا لأنهم عايشين في الانقطاع كامل مع المجتمع يعيشون في كلوب دي با يعيشون في مناطق راقية والعالم يعيش أعلى عالم آخر الشعب يعيش في ود آخر بل أنا مرات نقول في كوكب آخر الأمر الثالث أنت عندما ترى الشعب هذا يعني ضربوهم في عدة أماكن يعني سلال سلك بعجوبة في بجاية وفي أماكن كثيرة راهم يأخذوا معهم ألفين ثلاثالاف من عناصرهم أحيانا من الشرطة يلبسوا سيفيل وأحيانا من المخابرات يضفوا لهم هنا ثلاثة أو ربعة ويجيبوا شوية أطفال هنا وشوية عمال هاي وكثير اللي يكتبوا لي يقولوا لي أن العمال يقولون لي ما يمشيش نحوله النهار وكي اللي حتنحبسوهم العمل واللي يمشي ويرفد الشعار نعطوه خمسة ألف دينار خمسمائة ألف الناس ضربوهم في ورقلة هذه المشعوذة ضربوها ولا ما خلوها اشتقوا تقوم بأي شيء وهي اللي تظل تتكلم على التدخل الخارجي ما تدخل الخارجي وغيرهم في كل مكان ما تركوهمش ما تركوهمش يتكلموا وهذا اللي شفناه الجزء البسيط اللي شفناه الشيء الآن لموشفيقين تغيرت الأحوال 2007 2009 ليست 2014 ولا 99 ولا 2004 تغيرت الأحوال تغيرت عدة معطيات لكن سأذكر لك أربعة أو خمسة باختصار شديد المعطى الأول هذه القنوات لم تكن موجودة لا المغاربية ولا العصر ولا حتى بعض القنوات الأخرى اللي يعني تاكل مع الديب ومع الراعي في نفس الوقت ما تغضبش الديب ما تغضبش الراعي وتاكل مع الديب حتى هذا وك رغم مرات يجيبوا أشياء كين قنوات لكن كين أنترنت كين فيسبوك وكين تويتر وكين يوتيوب وكين معناها العالم خرج من أيديهم برغم التعطيل جزائر من بين آخر الدول اللي فيها الأنترنت من بين آخر الدول وهذا الثريجي كما تعرف بغضب شديد من عدة جهات باش سمحوا به ومحدود فهذا المعطى الأول متغير أساسي متغير ثاني هذه المرة النظام متصادم النظام فيه صدام حقيقي اللي يقول لا يوجد نظام صدام في النظام غالط لا يوجد ما بين ويحيى الآن وكذلك لأنه مصل وتفقوا ربما حتى التوفيق تخلى الصف لأنهم عرفوا بأن الأمور ماشية وقيد صالح والجنرال الثلاثين اللي معاه ماشيين حاطين بوتفلقة شاء من شاء وأبا من أبا لكن هناك غضب شديد وتستطيع أن تسمعهم بعض الجنات السابقون وتستطيع أن تسمعهم من بعض العقادة السابقين وتسمعهم من بعض الإعلام الذي يتبعهم إلى آخره الأمر الثالث العالم العربي ليس هو العالم العربي كما كان الثورات والثورات المضادة تملأ الدنيا تملأ الأرض الحراق في كل مكان الناس شاهدت مصر شاهدت سوريا شاهدت ليبيا شاهدت تونس شاهدت كل شيء نعم صحيح أحيانا يستخدمه لتخويف الشعب لكن في نفس الوقت هناك وعي ينبت وينبت ويظهر للناس من أننا نستطيع عن نسقط هذه الأصنام من الذين أسقطوا مبارك مبارك كان نظامه أقوى بكثير لا يقارن مع هذه العصابة والأمر الرابع وهو أيضا من المعطيات الأساسية أنه ذلك الجزء حتى من هذون الذين كانوا يشاركوهم ويساهموا معهم وكذا الآن هم يتكلموا حتى ترى بن فليس الآن وش يقول بن فليس هذا كان رئيس وزراء كان مدير حملة أبو تفليقة سنة 99 كان وكان وكان الآن هو يشتمهم ويظهر مع عيوبهم وهو يعرف عن ما يتحدث بكل ما كان فالأمور تغيرت وهناك وعي وبالمناسبة أحيي الأستاذ الفاضل بالأخضر وقد كان أستاذا في الثانوية التي كنت أدرس فيها وهو من الذين ثبتوا ومن الذين صمدوا رغم كل شيء الجزائريين ليس هم هم تغيرت الأمور تغيرت معطيات كثيرة هناك وعي الآن ينبع ووعي يعلو من كان يقف لسلال أو يقف لأيحيا أو يقف لبلخادم يقولون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون حوصل حتى بو تفليقة الآن يشتكي للإسبان ويشتكي لغيرهم بشوف معنا الكلمات اللي يقدر يقولهم واجهوا في إطار شكوى فالأمور تتغير العوضاع تتغير شعب يزداد وعيا الناس جيل يظهر من جديد بعدما ذبحون بالإرهاب ذبحون بأغنية الإرهاب وبأسطوانة الإرهاب وبالتخويف وبالترعيب وبالترهيب وهو اليوم الدليل أنهم يلجأون إلى تخويف الجزائريين مرة أخرى أحنا ولا يروح الاستقرار يا سيدي إذا كان هذا الاستقرار مبني على شخص إذا كانت الجزائري تختزل في شخص وكما قال واليوم أرسل لشخص يقول هو في تسعة وتسعين سيموال الجيري كما كان يقول الويساز الفرنسي هذا هو بوتفليقة وهذا هم من مع بوتفليقة ولكن في الحقيقة مرة أخرى وجدد قضية ليست بوتفليقة فقط هو جزء بائس من الإجرام ومن النظام ولكن النظام كله مشكلة ومشكلة حقيقية طيب أستاذ محمد سعيد ماذا ترد عن الذين يقولون بأن علي بن فليس صحيح أنه كان أحد ابناء النظام كان وزيرا للعدل كان رئيسا للحكومة كان رئيسا ديوان يعني إنسان متظلع في خبايا النظام ويعرف المداخل والمخارج لكن يعاتبون ويقولون لماذا لم يأخذ العبرة بما حدث سن 2004 يعني بإمكان هؤلاء أن يزوروا الانتخابات متى شاءوا وأنى شاءوا ولكنه ما زال مصرا على المضي فيها حتى أقرب المقربين إليه النصحوه وقالوا إنك ستغامر وستبقى النتيجة نفسها نفسها اللي حدثت سن 2004 في رأيك أنت ما هي ضمانة هل عنده ضمانات على أساس أنه ينجح في الانتخابات شكرا أخي عتمان هذا سؤال مهم جدا وقبل الجواب على السؤال لا بد الرجوع إلى الوراء نعم يعني منذ استقلال الجزائر منذ عام 1902 إلى حد الآن الكل يعلم أن النظام الحكم في الجزائر هو تحت يد المؤسسة العسكرية بذلك من بنبلة إلى بومدين إلى الشدلي إلى علي كافي إلى بودياف رحمه الله اليمين زرواء إلى غير ذلك لكن الأمر يتغير بتغير الزمن والشعب أصبح يعني يبتعد كل البعد عن هذه السلطة أو تسيير السياسة بيد عسكرية ما وقع الآن وما يوقع الآن في السلطة أو في المؤسسة العسكرية هو انقسام الجواب على سؤالك بن فليس نعم هو من أبناء النظام صحيح نعم كان مع بوتفليقة بن فليس لم يقل جونس ويبالا بورفير البونر دولا ميديوكريتي دوسر بوبل هذا بوتفليقة اللي قالها بن فليس الآن تكلم بكل شفافية أنا ما أريد ونحن ما نريد يعني نضالنا هو المصالحة الجزائرية الحقيقية والبديل سوف لا يكون بين عشية وضحاها هو يتكلم عن حكومة انتقالية ولهذا السبب أعطيت صوتي لبن فليس رغم أنه من أبناء النظام الآن سوف يكون تحت المجهر لأن كل 40 مليون نسمة ينتظرون ماذا سوف يوقع بعد 17 أفريل هذا الإنسان الذي يدعي الآن أنه على حق وأتى لإنقاذ الجزائر لإنقاذ الجزائر نعم أخي محمد سعيد يعني الكل يقولون أن ابن فليس قال كلام جميل وما زال يقول كلام جميل ولونه عمل انتقابي انتهت الآن تكلم عن رحل الانتقالية تكلم عن الدستور توافقي تكلم عن المصالحة وتعميقها تكلم عن العدالة الاجتماعية هذه كل أشياء جميلة لكن السؤال المطروح اللي بن فليس لحد ساعة عجزة عن السؤال عن الجواب عنه هو مسألة الضمانات من يضمن أن أصوات الشعب الجزائري في حالة ما إذا أعطى صوته لعلي بن فليس أنها ستكون مضمونة موجودة في الصندوق ماذا لو علي بن فليس فتح عينيه في اليوم الثامن عشر ووجد ابو تفليقه هو الذي ناجح ربما نجح بنسبة أكبر ماذا سيفعل حينئذ أخي عتمان أخي عتمان نحن نعرف وأن الواقع التاريخية من خلال تسع وتسعين ومن خلال 2004 ومن خلال 2009 أن الانتخابات زورت لكن هذه المرة الشيء يختلف أنا قلت لك بأن ضمانات بن فليس هي المؤسسة العسكرية انقسام في المؤسسة العسكرية بدأ يظهر على وجهة هذا النظام فقد بن فليس أخذ وعطي له ضمانات أنه سوف يكون سوف يكون المنافس الثقيل وهذا هو الشيء الذي طيب لماذا طلب الحجابين إذا عنده ضمانات من الجيش لماذا يطلب الحياد؟ قال أنني أدعو مؤسسة الجيش التزام الحياد بعد هذا أنه لاحظ أنه منحاس الجيش منحاس لبوتفليقة ولذلك طالب بالحياد هو يقول كذا لكن الأمور من اللعبة السياسية نحن نعرف أن كل شيء يسيس من طرف السلطة العسكرية من طرف الديارات ومن طرف المخابرات فالأمور الآن لا بد على الشعب الجزائري أنا من خلال هذا المنبر أقول للشعب الجزائري أن المقاطعة لن تخدم الجزائر ولن تخدم القضية الجزائرية ولن تخدم قضية الشعب الجزائري لأنه ما حدث في 99 وفي 2004 و2009 سوف يحدث في 2014 بدون شك طيب ملا كيفاش أن الناس يروحوا يشاركوا مدام التزوير لو واضح وواضح وواقع وواقع لما يروح يشاركوا نترك تقول هناك كان بعض التناقض تسمح لي أتفضل أتفضل هناك تناقض في النوضع نقولوا باللي روحوا شاركوا وروحوا لكننا عارفين باللي في 2014 هو نفسها مثل 99 و2004 و2009 شوف الانتخابات بغض النظر على بن فليس ولا غير بن فليس لو كان يأتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هناك نبي بعد إلا كان عمر وفي إطار هذا النظام لا يفوز هل فيه عند المسلمين بعد الرسل هل فيه أعظم من عمر لا لا يوجد يرون عمر هو اللي يمثل العدالة هو اللي يمثل لكن لو يجيه في إطار هذا النظام لا يفوز لأن هذا النظام هو قائم أصلا كل شي قائم فيه على التزوير والتزييف والتضليل والخداء كل شي بالمقلوب لازم نقرأه كل شي نسمعه الكلمة نتعي العزة نعرفه الظل نسمعه كلمة الكرامة نعرفه الخيانة نسمعه كلمة العدالة نعرفه الظلم كله بالمقلوب الذين يقولون باللي يروحوا نشاركوا باش نغيروا يعتقدون أنه فيه إمكانية أنه فيه نوع من الحرية فيه نوع من نوع من شوية لعلنا لو رحوا كثير نقدروا نغير ما فيهش إمكانية لا اختصار بسيط ما فيهش لأن اختصار بسيط فيه سبعين ألف دليل لكن نعطيك دليلين ولا ثلاثة بسرعة لأنه فيه ضيف ينتظر فيها أنا أطلب أولاً المعذرة لأنه خليته ينتظر الأستاذ حسن عريبي أهلاً وسهلاً به عضو البرلمان الجزائري والقيادي في جبهة العدالة والتنمية أنتم قمتم بالمدندات أنتم والأحزاب التي تشتغل أو تنشط في إطار تنسيقية أحزاب مقاطعة أنه لا حل لهذه الانتخابات إلا بمقاطعتها طالما هي محسومة أنتم الآن سائرون هو خطوات أخرى تفعيل مقاطعة مسيرات تجمعات ليس في العاصمة بل في مدن أخرى عديدة أين وصلتم في هذا السيناريو السيناريو المقاطعة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بادي إذ بادي أشكركم نحن مستمرون على مواقفنا لأننا أدركنا ولدغنا من هذا النظام الذي خدعنا كما خدع الشعب الجزائري في كل مرة وأكبر خدعة للشعب الجزائري في تصوري هي كانت في 2004 حينما كنا نحن من ساهم ومن أيد ومن زك ومن جند لهذه المصالحة آنذاك ولكن النظام وعلى رأسه بوتفليقة جعل من هذه المصالحة مكالحة للشعب الجزائري وبالمناسبة أحيي الأخ العام زيتوت الذي كانت لديه نظرة وبصيرة لأن يومها كنت أنا في اتجاه المعاكس في الجزائر وكان هو معارض ولذلك أحييه على هذه النظرة الاستراتيجية التي رأاها والتي هو يعرف النظام أكثر مما أعرفه أنا فطبيعة النظام لابد من جبهة قوية داخلية تتحرك وتتجند وتشاهد بالنفس والنفيس من أجل إزالة هذه الطغمة التي جعلت من الجزائر مزرعة لأناس يعدون على رؤوس الأصابع قادوا البلاد إلى ما هي عليه وقادوا الشعب الجزائري إلى ما هو عليه وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال النهب ومن خلال الانقلابات البيضاء مثل ما حدث مع بنبلة في 65 وما حدث مع زبيري في 67 وما حدث مع بينوشي الجزائر خالق نزار في 1992 وقد يحدث الآن مرة أخرى لأن هذا النظام ما لم تكن هناك توازن قوى داخل مؤسسات الدولة باستطاعته أن يفعل ما يشاء طيب أستاذ حسن أنتم الأيام الأخيرة مادة داسمة في تجمعات وندوات ولقاءات حساب المولات كل العيوب مسحها فيكم أنتم يقولون أنكم لا تريدون الأمن ولا الاستقرار تدعون إلى الفتنة ثم الكثير من الأمور التي يذكرها سلال وغيره الآن هم يقولون أنتم تخالفوننا الرأي اذهبوا إلى الصناديق طالما أنتم تخالفوننا الرأي وترون مسلك آخر غير الذي سلكناه نحن في المولات لماذا لا تذهبون إلى الصناديق نحن ذهبنا إلى الصناديق عدة مرات ولكن كل مرة نلدك لا يمكن أن تصدق هذا النظام لا يمكن أن تصدق هذا النظام وأيُعقلوا أنك تجعل من الذئب راعيا للغنم إذا كنا نتحل أن نتكلم بلغة المنطق وبلغة الواقع فالجواب بلا فإذا كان الجواب بلا للذئب على الغنم فكيف أن نقل لعمل هذا النظام لأن هذا النظام ونحن رأينا في هذه الحملات الانتخابية والتنابس بالألقاب فيما بين المترشحين أنفسهم الذين هم يعتبرون من أبناء النظام ومنهم من هو أرنق ومنهم من هو مرشح حقيقي وأعتقد أن المرشح الحقيقي هو الأستاذ علي بن فليس نعم وأعتقد كذلك من كل الملاحظات الشخصية وهذا على مستوى الشخصي ليس على مستوى الحزب ولا على مستوى أين كان أرى أن معه السيل بشري طيب أستاذ حسن أنت الآن فرح أنت الآن فرح أستاذ علي بن فليس وهو أيضا يلومكم يقول أنه كلما قطعتم كلما أعطيتم فرصة للنظام وتمديد عمره لأنه لما أنتم تغيبون عن هذا الاستحقاق هناك من يأتي ليمضي محل الغائبين وهذا ما حدث في عين الذب ولا يتبس في الانتخابات السابقة إذن أنتم مثل ما ذكرت على ذكر علي بن فليس وأنت الآن أتيت على ذكره يقول حتى المقاطعون لهذه الانتخابات يعني يدرون في فلك النظام بطريقة أخرى لما يمددون عمره حب ذا لو شاركوا هذه الانتخابات وأتوا إلى صف أحد المرشحين وهو لا يذكر اسمه أحد المرشحين حتى يتم هناك تغيير لكن أنتم تصرون على المقاطعة معنى ذلك إنكم تمددون في عمر النظام لا أبدا نحن الحقيقة وإن كنت أنا عندي تحفظ على المقاطعة لأننا فعلا لو اتفقت جميع الناس جميع المعارضة من يسارها إلى يمينها ووقفت صفا واحدا خلف رجل واحد ولكن هذا لا يتأتى إلا بالاتفاق المسبق لو كان الاتفاق المسبق مبرم هذا وما شاء الشعب الجزائري موحد تجاه رجل واحد في ظل ما هو موجود الآن أعتقد أن الذي يفوز والذي سيكون يعني يفوز بقوة الذي يسانده الشعب طيب سأعود لك سيد حسن سأعود لك خليك معنا سأعود لك بعد لحظات أعود لك سيد محمد السعيد هل لديك ملاحظات عما ذكره الأستاذ محمد العربي؟ أول وقبل كل شيء بكل احترامات الأخم محمد العربي أنا أقول له أني منافسك في السياسة لكن أخوك في الوطن فالحقيقة المرة الآن الحقيقة المرة الآن هناك نوع من المرضين فيروس الكبد ووجع الرأس وكلهم مر وكلهم مر فكيف لا نعالج المرض الذي نحاول يعني نستطيع معالجته ألا وهو وجع الرأس وأنا أقصد المترشح بوتفليقة والمترشح بن فليس ولكن هو يقول لك لا يمكن أن تقضي على الداء على الداء طالما لن تشخص بالضبط هذا الداء مما أتى وكيف وكذا لا بد أن نوضح للشعب الجزائري أن التغيير ليس تغيير أشخاص فقط التغيير يبدأ من هذه المبادرة السيد بن فليس قد صرح ونحن واثقين على ما يقول ولهذا السبب أعطيته لأني أؤمن بالمصالحة المصالحة الحقيقية الجزائرية مصالحة مشروع دولة مشارحة مشروع أمة ولهذا السبب لا بد أن نبدأ من منطلق لا بد أن نبدأ من منطلق أنا لا أؤمن بهذا النظام لأن أولا وقبل كل شيء هذا النظام شرعيته فقد الشرعية منذ البداية أولا وقبل كل شيء الشرعية كما يقول الآخر يعني الشتم في الشهداء والتجارة بالشهداء وبالألقاب وإلى غير ذلك هذا لا يهمني لأننا نعرف من وقاحة ومن رادلت قد قالها الأستاذ مهري رئيس مزراء السابق نحن في عهد الرفاء لما أتى ورجع من سنتي ديجيو ماذا تهموه بالخيانة فأنا نعرف كل شيء الآن ما هو ما يريد الشعب الجزائري هل يريد تغيير نظام أو تغيير الأشخاص هذا السؤال أخ محمد سعيد متفضل وبكل تأكيد نحن أخوة وكل جزائرين بإذن الله بل نحن أخوتنا أبعد لذلك لكل المسلمين بل أن سيدنا علي يقول أن الإنسان أي إنسان هو إما نظير لك في الخلق أو أخوة لك في الدين مفروض الأخوة الإنسانية حتى القضية ليست فيما إذا كنا أن هذا قضية وجع الرأس مثلا أو السرطان أو إلى آخر المشكلة أن هذا النظام هذا سرطان حقيقي بكل معانيه والقضية الأخرى أن الأخ علي بن فليس وأنا أقول الأخ من وراءه؟ ماذا يمتلك لكي تعمل بالتغيير حقيقي؟ لا تمتلك شيء بالعكس يعني أنا لا أريد أن أنتقده هنا لأني دائما أنطلق من مبدأ اللا أعارض المعارض حتى ولو كان معارضة نتاعه هي واحد في المية لكن هناك بعض الأشياء علينا وضحوها لو كان في 2004 بعد ما سرى وش سرى وبعد ما كان التزيير والتزييف واللي ونوصل فيه بودفليقة يأخذ تسعين في المية وعطاه له هو خمسة في المية لو كان خرج وقال للناس هذا التزيير وهذا تزييف وناضل ووقف لكان القضيبة هو قال ثقافة الدولة هي التي منعتها هذه المشكلة إذا لا ثقافة الدولة غدا من يضمن لي أن ثقافة الدولة ليس هي لن تعيد النظام وتنتجو من جديد بل بالعكس تنتجو بطريقة أبشع ثقافة الدولة لجب أن لا تكون ضد المجتمع وضد الشعب لجب أن لا تكون ضد الوطن الدولة لخدمة المجتمع وليس مجتمع خدمة الدولة هذه هي القضية هل نحن شعب لخدمة الدولة أم دولة خدمة الشعب؟ هاي القضية الكبرى اللي لازم نطرحوها بيوذي بيوذي أن أقول شيء الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن ليس هناك معارضة حقيقية في الجزائر هي معارضة كرتونية لو كانت أحزاب المعارضة وأنا قلتها منذ البداية الحزب المعارض أو الجمعية المعارضة التي خول لها من طرف النظام أن تكون حزبا في الجزائر نحن لا نعترف بهذه المعارضة فأين لا بد علينا أن نبدأ البداية لأن بن فليس قد غره في 2004 وإلى غير ذلك وماذا كسبنا من 2004 إلى 2014 يعني عشر سنوات من كل أي ترائق التدمير للشعب الجزائري للإقتصاد الجزائري للتقافة الجزائرية للشخصية الجزائرية للثورة الجزائرية لكل مقومات الجزائر كثير من ودولة الآن سمحني سيد محمد العربي سمحني سيد محمد العربي الآن مشاهد الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أرجو أن تبقوا معنا أرحب بكم من جديد ونحن نذهب إلى مباشرة في تغطيتنا المباشرة والخاصة والمفتوحة التي تضع دوما حول رئاسيات الجزائر التي ستعرف بعد يومين ستنظم بعد يومين اليوم السابع عشر أفريل نيسان الحالي الآن مشاهدنا الكرام أتوجه بسؤالي إلى طاهر بلخضر أحد قيدي الجمعيسي من أنقاذ سيد تاهر ما رأيك في ما قيل عبر ضيوفي سواء على برسكايب وكذلك هنا في الستوديو هناك إصرار على أن الانتخابات هذه بطريقة أو بأخرى ليست حلا مياء في المياء للخروج من الأزمة السياسية لكن مع ذلك هناك من يقول لا بد من تجريب هذه الفرصة مرة أخرى ربما الانتخابات ستكون حرة ولما لا ليست هناك ضمانات بأنها ستزور هذه المرة خاصة وأن المولاء تقول اذهبوا إن كنتم تخالفوننا الرأي اذهبوا إلى الصناديق ليس هناك حل كما أنهم يرمون هؤلاء المقاطعين والمعارضين بأنهم يؤججون الشارع ويريدون الذهاب بإن الفوضى وما إلى ذلك ولا بد على الشعب الجزائي لا يعود لسننا الجمر التي عاشها في التسعينات كما تعرف أخي كريم القول بعيد عن الواقع تماما لأن الانتخابات مغلقة كما أشرنا وتم إعداد وعلياتها بطريقة التي تضمن نتائجها التي تضمن نتائجها بشكل قطعي لفالح النظام وقلت في مداخلة سابقة على الأقل حتى الذين يراهنون على الذهاب للصندوق ولكن هي صندوق إذا كانت المجنة المشرفة على الانتخابات ليست مجنة مستقلة إذا كان المجلس الدستوري ليست مستقلا إذا كانت وزارة الداخلية ليست مستقلة إذا كانت وزارة العدل ليست مستقلة إذا كانت كل هذه الإدارات في خدمة النظام وخيبة المشروع وخدمة مرشح النظام كيف يمكن أن ندخل هذه الانتخابات لأن الإشكالية هنا التي ربما لم ينتبه الكثير من الناس النظام يستطيع أن يزور ولهه آليات وطرخ لكن شيء واحد ينقصه هو أن يرفع من نسبة المشاركة خاصة نسبة المشاركة من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع لأنه لا يستطيع أن يزور أعداد المتوافدين على صناديق الاقتراع لذلك هو يحاول أن يدفع بالناس ويرغبهم بالمشاركة من أجل المشاركة أما النتيجة فمحسومة أنا قلت لو على الأقل أبدى النظام جانب من حسنية فوافق على أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لجنة مستقلة تشارك فيها المعارضة وتكون استقلاليتها كاملة عن وزارة الداخلية كان يمكن يكون هذا عامل لكن أن تكون الانتخابات مغلقة وأن يكون جميع الأهليات مفصلة على مقاص النظام ثم يطلب للناس المشاركة بالعكس هذا تزكية لمصر للتزوير وكلاء النظام حينما يدعون الغير للذهاب لصناديق الاقتراع نقول لنا نعم لو أنكم قبلتم أن تكون المراقبة من قبل لجنة مستقلة استقلالا تاما يشارك فيها المعارضة بكامل أطيافها لماذا تخافون من هذا؟ نحن لسنا الذين نخاف من الصندوق أنتم الذين تخافون من مراقبة الصندوق هذا هو الواقع تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن تكون الانتخابات حرة نزيهة بحضو بإشراف جميع أطراف المعارضة على اختلاف ألوانية وبمشاركة السلطة حينها أيضا تكون الدعوة للمشاركة في الانتخابة دعوة موضوعية وصحيحة للفصل الخبر أما أن تستفصل تفصيلا خاصا ويشرف عليها وزارة الداخلية ثم يطلب للناس المشاركة من أجل رفع نسبة المشاركة لأن النظام حسم قضية النتيجة الذي ينقصه هو نسبة المشاركة يريد أن تكون مرتفعة ونحن لن ندخل هذه اللعبة أبدا أخي الكريم شيء الآخر هو أنه بالنسبة لموقف مختلف العطياف السياسية قلت نحن في الجبل الإسلامي القاضي نحترم جميع أجواء أمجه المعارضة ومواقفها على الإطلاق لأننا لا نقع في اللعبة التي أوقع النظام فيها المعارضة منذ التعددية في 89 حينما حول المعارضة إلى معارضة المعارضة فأصبحت المعارضة تعارض نفسها وتركت النظام يفعل ما يشاء فنقول موقف المعارضة مهما كان محترم إلا أن لنا موقفنا الذي حدده وندافع عنه وهو أننا ندعو إلى مرحلة انتقالية يشارك فيها جميع الفرقاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية والإيديولوجيا بما في ذلك النظام القائم للوصول إلى حل بس الوقت نحذر من الشعب الجزائري من أن يستدعى أو يستدرج إلى مواجهة وعنف لأننا لا أستبعد أن يدفعوا إلى ذلك كما فعلوا في خمسة أكتبر ثمانية حينما تصارعت آنذاك أطراف النظام كما هي متصارعة اليوم دفعت بالشعب ليكون وقودا لحسب الصراع فيما بينها نحن لا نريد للشعب أن يقع وقودا لصراع ليس هو الفعل الحقيقي فيه طيب أستاذ محمد تار أستاذ تار خليك معنا ربما لدينا إضافة من أستاذ محمد العربي زيتوت ربما لدينا إضافة حول ما تفضلت به أستاذ محمد العربي تفضل أنا أبدأ من حيث أنتهى فقط أعتقد أنه يرتكبون أخوانا في الجبهة بعض أخوانا في الجبهة يرتكبون خطأ وبعض الآخرين عندما يقولون أي جبهة جبهة تحريب أو أي جبهة القرش لا لا في الجبهة جبهة إسلامية هنا أختلف مع أخوانا محمد طاهر عندما يقولون أنه 5 أكتوبر لا تنسوا أنه 5 أكتوبر هي من فتحت المجال السياسي يعني لو لا 5 أكتوبر لم وجدت الجبهة الإسلامية ولم وجدت الأحزاب الأخرى ولم وجدت الحريات السياسية إذن في 5 أكتوبر حتى وإن بدأت في بعض فصولها أنا أستطيع أن أتحدث عنها أنا كنت ضابط أنا ذاك وأدي الخدمة العسكرية وعشتها من داخلها بكل تفاصيلها لأنني كنت في القرنزون دالجي يعني كنت في أكبر ثاكة ناحي ثجارة كل شيء من هناك كانت أشياء رهيبة تمت وربما يأتي يوم واحد يتحدث عن التفاصيل 5 أكتوبر صحيح كان هناك صدام داخل النظام في حدود معين لكن 5 أكتوبر بدأوها وخرجت من أيديهم يستطيعون أن يبدأون الحرب أو يبدأون الصدام ولا يستطيعون التحكم فيه ولذلك من ينتقد 5 أكتوبر يرتكب خطأ استراتيجي إذا كان معادي لهذا النظام يرتكب خطأ استراتيجي 5 أكتوبر هي التي فرضت على النظام فرضا حاسما أن يخضع لإرادة الشعب قتل 500 رسميا أو ما يزيد كان يتكلم على ألف وهناك آلاف الجرحى وألاف الذين عذبوا عذابا شديدة ومع ذلك لا فقط هذه بين قوسين نقطة أخرى وهنا نتفق مع أخونا أيضا ومع كل من يطرحها وقد طرحناها من قبل هي قضية المرحلة الانتقالية أنا شخصيا أؤمن بالثورة السلمية وأؤمن بالثورة على الطريقة التونسية على الطريقة المصرية تسقط هذه العصابات لأن ليس نضاعها بالخروج للشارع بالخروج السلمي اللاعنفي الذي يطالب بالحق الحق في الحياة الحق في الاختيار الحق في العدالة الحق هذه حقوقنا لهذا مات الشهداء ما تؤمن أن تكون الجزائر مستقلة ليس أن تكون الجزائر يروحوا لكلون ويأتي خلفاء لكلون هذا هو حقنا والطريق الأصوب في نظريه هو ذلك لكن مع ذلك ليس كل ما يأمله المرء يدركه وما لا يدرك كله لا يترك جله وبما أن هناك توافق عام من أن قد تكون هناك مرحلة انتقالية فحركة رشاد أيضا مضت في ذلك وتبنت مبدأ إذا كان المرحلة انتقالية للجميع نتفق فيها على إدارة هذه البلاد وبإرادة شعبية بالعودة إلى رات الشعب فليكن ذلك والمرحلة الانتقالية معروفة مبادئها أهدافها معروفة يعني نحن لا نخلق العجلة من جديد هناك أشياء ثابتة وقامت في مجتمعات وأمما قبلنا وحدث لها ذلك نحن ذكرنا بعض الأشياء وبعض ذكرنا خمس مبادئ رئيسية قلنا أن يكون المبدأ الأول لأن أيضا أحيانا قد تكون هذه المرحلة الانتقالية مثل لسوب مثل المرق مثل الشربة كل واحد يديرها بطريقته وهنا مشكلة قلنا أن يبد أن تتوفر على خمسة شروط رئيسية أساسي المبدأ الأول رئيسي أن يكون تغيير نظام تغييرا حقيقيا جدريا راديكاليا وليس تجديد أو عادة بعث أو تجميل للنظام الأمر الثاني أن يتم ذلك بطرق لا عنفية بطرق سلمية مهما كانت ولذلك يستبعد كل من يدعو إلى العنف كل أي جماعة مسلحة أي كان الأمر الثالث أن يكون ضمن جزائر واحدة وموحدة ولذلك يستبعد كل من يدعو إلى فصل بشكل أو بآخر أو استقلال أو كما نسمع بعض السفهاء الأمر الرابع أن يكون بدون تدخل خارجي مهما كان طبيعته مهما كانت مبرراته مهما كانت أسبابه وهنا نرى هذا ما يسمى بالرئيس هو الذي يطرح الموضوع الأمر الخامس أسمح لي فقط هذه أن يكون من أجل قامة دولة العدل والحق والقانون دولة حقيقية تعدل بين أبناها وتكون مفخرة لأبناها لماذا أصبحنا مهزلة أمام العالم لماذا أصبح الجزائري يهرب ويحرق لماذا أصبح الجزائري يكره هذا البلاد لماذا ييأس من هذا البلاد لماذا هذا الفقر وهذا الظلم وهذه الحجرة لماذا ما يسمى بالعدالة أصبحت قمة الظلم وقمة الإجراء كل هذه الأشياء نريد أن تقوم دولة الحق والعدل والقانون بأتم معاك أنها مبادئ خمسة وفي نفس الوقت يستبعد الذين قتلوا الجزائريين ونهبوا أموال الجزائريين أيضا لا يمكن أن الذين قتلوا الجزائريين بطريقة أو بأخرى ونهبوا مثل شاكيب وغيره أعتقد ممن هو ثابت أن يستبعدون من الحديث ضمن هذه المبادئ الرئيسية سيد محمد سعيد كل هذه الأفكار واردة أيضا في فكر علي بن فليس هذه الأفكار التي أتى بها المقاطعون أحزابا شخصيات سياسية تاريخية وطنية مرحلة انتقالية دستور توافقي العدالة للجميع الجزائريين الإلغاء البرلمان الحالي كل هذه الأمور تكلم عنها علي بن فليس لكن سؤالنا المطروح لماذا لم يمد علي بن فليس يده لهؤلاء بدلا من مغامرة محفوفة الخاطر لسنا ندري نهايتها هذا ما يقوله المقاطعون تمنينا من عبلي بن فليس أن يتقدم إلينا لندخل في التفكير في المرحلة الانتقالية بدلا من هذه المغامر طبعا أخي عثمان تحت راية المصالحة الجزائرية الحقيقية قد دعونا سنين منذ عهدة 2009 إلى حد الآن ونحن ندعو إلى مؤتمر مؤتمر يضم كل الشعالية كل الأفراد والجماعات شخصيات زعماء مناظلين بدون إقصاء الجبهة الإسلامية كل شخصيات الأحزاب لجلوس في طاولة والخروج بهذه المصالحة الجزائرية وبمشروع الدولة على الأقل البداية كما قال الأخذ أنا وافقه فيما يقول فالآن السؤال المطروح لماذا هذه المعارضة لماذا مثلا رشاد أنا لست لا أنتمي إلى حزب مناظل من أجل الجزائر ومن أجل الشعب الجزائري لماذا رشاد لماذا الضباط الأحرار لماذا الأحزاب في الجزائر لماذا لم يجتمعوا أمام وراء هذه المائدة ويقولوا هذا هو الأمور لقد فعلوها في سنتيديجيو وصلحت والنظام كان بالمرصاد واتهموا مهري وإلى غير ذلك فبن فليس له ضمانات له ضمانات وأنا أقولها من باب المعلومة له ضمانات من السلطة العسكرية الآن ضمانات حول النجاح تفهم المجاهة فقط طبعا حول نجاحه في هذه في هذه الانتخابات وإلا لن يتقدم لأنه يعرف نعرف الأمور كيف تمشي ولن أعطيه حتى الانتخابات السابقة كانت عنده ضمانات وقال محمد العماري معي نفس الشي نفس الشي لكن الأمور الميزان داخل المؤسسة العسكرية نفسها وأنا أتكلم على القيادة العسكرية فيه انقسام فيه انقسام وهناك الغير يعني وانت ترى هذا الانقسام يصب في مصلحة بن فليس بن فليس لن يتقدم إلى هذه لو لم تكن له ضمانات وأنا أتكلم من باب المعلومة الصحيحة يعني بدون شك وأنا أتحمل مسؤوليتي على هذا الكلام نعم فهذه هذه هي فرصة واحدة لأن المقاطعة لن تخدم الجزائر ولا القضية الجزائرية لن تخدم هذه المصالحة لن تخدم مشروع الدولة لم تخدم بناء الجمهورية الحقيقية التي حلمت بها شهدائنا الأبرار في بيان نظمبر عام 1954 طيب الآن أعود إلى السيد حسن عريبي القيادة في جبهة العدالة والتنمية وعضو البرلمان السيد حسن الكثيرون يتحدثون عن مرحلة انتقالية حتى علي بن فليس لهو مرشح في هذه الرئاسيات يتحدث وانا كذلك حتى حساب الموالاة تقول مرحلة عبد البزيزيز تبوي تفليقة بعد 18 حتى تبدأ مرحلة انتقالية هو أيضا يقول هذا أنتم في الأحزاب أو التنسيقية الأحزاب المقاطعة تحدثون عن مرحلة انتقالية الجبهة السلمية تحدث عن مرحلة انتقالية حركة راشاد فعاليات المجتمع المدني أيضا تحدث عن مرحلة انتقالية ترى ماذا تعني المرحلة انتقالية عندكم أنتم أحزاب المقاطعة المرحلة الانتقالية يا سيدي تعني أن مكونات الشعب الجزائري تلتقي على برنامج موحد وبه تسير تخرج من هذه الدائرة الضيقة التي تركنا فيها الانقلابيون والمصرحية أكملها بطفلقة ولا يزال يواصل تلك هي الطريقة الوحيدة والأنسب للخروج من الأزمة أما إذا عدنا كل واحد يتكلم على هواه وآخر يتكلم على طريقة ما وهذه طريقة أخرى فهذا لن يتأتى بخير للشعب الجزائري الشعب الجزائري سائم من هذا النظام الشعب الجزائري يريد أن يعيش كبقية الشعوب العربية والإسلامية الجزائر غنية بثرواتها الباطنية والمعدنية هل يستفيد منها الشعب الجزائري؟ الجواب لا فإذا كان الجواب إلا بلا فلماذا يبقى هذا النظام مستمر على ما هو عليه دون أن يقدم أسل إصلاحات حقيقية وجوهرية يتبناها الشعب الجزائري ويسير عنها نحو بر الأمان المرحلة الانتقالية لو كان هذا النظام لديه ذرة من الوطنية والعقلانية لهو من بادر بها لأن الجزائر عاشت أزمات متراكمة عاشت أزمات متتالية لا يمكن الخروج منها إلا بطوافق وطني ينهي هذه الصراعات وينهي هذه الطغمة الحاكمة طيب سيد حسن ضيفي هنا يقول ما كان لعلي بن فليس أن يدخل هذه الانتخابات لو لم يتلقى ضمنات خاصة من الجهة الرسمية في الجزائر وهي جهة المخابرات الجهة المحسوبة على المؤسسة الأسكرية في البلاد وهي التي تنصب وتسمي رؤساء الجزائر منذ سنين عددة هل أنت بحكم قربك من جهاز المخابرات وجلساتك مع الجنرال توفيق بالخصوص محمد توفيق مدين هل لمست شيئا بأن هذه الجهة فعلا تفضل علي بن فليس ليكون رئيسا مستقبليا للجزائر بدلا من عبدالعز بوتفليقة أنا أوضح هذه المسألة للرأي العام ولكم جميعا أن علاقتي مع الجنرال توفيق كانت تتمثل في الوساطة التي قمت بها بين الجيش الإسلامي للإنقاذ وبين الشلوخ داخل السجن أنا ذاك وكانت بعض الاقتراحات التي قدمتها تبناها ولذلك مشيت أنا في هذا المسار لأنني أدرك أن الذي يساهم في إحياء نفس فكأنما أحيا الناس جميعا بعد هذا لا تربطني مع هذا الرجل لا علاقة عمل ولا أي شيء إن كان أنا لم أسمع منه ولا من غيره داخل المخابرات أو داخل السلطة الحالية أن هناك جهة ما تريد أن تساعد شخص ما فهذا أن فيه بالنسبة لي نفيا قطعيا أما الواقع الذي نراه في الشارع الجزائري أن علي بن فليس حقيقة معه سيل يعني سيل بشري هل النظام يحترم إرادة الشعب أم لا فهذا الجواب سوف يكون عند النظام يوم 17 وأنا أعتقد أن هذا النظام سوف يلعب مرة أخرى ويسير بالجزائر نحو الأصعب والله أعلم جزيل الشكر لك يا أستاذ حسن ناريبي عضو البرلمان وقياد جبهة العدالة والتنمية وأبقى في الجزائر وهذه المرة معه طاهر بل أخضر القياد في الجبهة سمين الإنقاذ أستاذ طاهر ما رأيك فيما قيل بأن علي بن فليس فعلا يستند إلى جهة قوية ما وما كان له لي دخل هذه الرئاسيات لو لم تسنده هذه القوة وأضاف لك الآن أستاذ حسن ناريبي وهو يتكلم من الجزائر بأن الشارع قال هو بالألاف معه سيل قال هو قال سيل من الشعب الجزائري ماشين مع علي بن فليس ما رأيه تعرب الله أخضر نعم السلام عليكم وعليكم سلام أرسل كريم إذا سمح التوضيح بسيط لكلام الأخ خوية العربي أقول له لأنا لم ينتقد 5 أكتوبر ولكن أقول الحقيقة هو أن الذي افتعلها هو النظام ولكن قدر الله عز وجل جاءت النتيجة بغير ما يبتغل النظام أو قد يكون برمج لها ولكن لم يحسب حسابه في السياسة ليس هناك مجال للعفوية لابد أن تكون الأمور مدرسة بشكل جيد وبشكل موضوعي وواقعي ثم بعد ذلك أخي الكريم لا تنسى أننا اكتوينا بنار تلك الفتنة ويكفي ما عانيناه من 200 ألف قتيل وأرامل وأيتام والجبل الإسلامية لنقاذ عنه أكثر من غيرها وإن كان الشعب الجزري كله عانى من تلك الفتنة لذلك يريد أن يكون بإذن الله تغيير بأقل التضحيات أو إن شاء الله بدون تضحيات من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة هذه ملاحظة فقط الأخ العربية جزاها الله وكل خير الأمر الثاني الذي يسمعه الآن هو أكلم خطير جدا لما يروج أن جانب من الجيش مع بركيس هذا خطير خطير على الجيش الجزائري معنى ذلك أن جيشنا أصبح مهدد بالانقسام وهذا ما لا نرضاه لجيشنا أبدا نريد أن يظل جيشا قويا وحدا جيشا يقف على الحياد في النزاعات السياسية والصرعاء والمنافسة السياسية جيش يدفع جميع الأطراف من أجل أن تجلس حول مائدة الواحدة في مرحلة انتقالية بهذا يكون الجيش قد أدى خدمة للشعب الجزائري وساهم في انتقال الجزائر من هذه المرحلة المتأزمة الأخرى أما أن نقول أن الطرف من الجيش يسند نفليل ومع ذلك أننا سوف ننتقل من حكم جانب من العسكر إلى حكم جانب آخر من العسكر وتبقى الأزمة قائمة نحن نريد للجيش أن يبقى بعيدا عن السياسة يبقى بعيدا عن الخلافات السياسية يبقى بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية ليكون جيشا للوطن كله وجيشا للشعب كله وللأحزاب كلها وللطيارات كلها هذا أمر خطير جدا نحذر منه ونناشد كل الخيرين أن يحذروا من هذا المنزلق وأن لا يسعوا إلى تكريسه نحن نريد للجيش أن يكون جيشا للشعب كله بعيدا عن الخلافات السياسية وتبقى المنافسة في البرامج والأولى والطروحات والخيارات أما عن المرحلة الانتقالية فأكدت أنها دعوة للجميع لكن الذي ننتظره هو المبادرة جميع أقطاب المعارضة يجب أن تبادر الالتقاء ببعضها البعض لا بد من تشكيل ومعارضة موحدة تحت قيادة ربما وفردية أو جماعية موحدة لدراسة الوضع واختيار الحلول المناسبة والاستمرار في الدعوة إلى اللقاء مع جميع الأطراف للانتقال بالأزمة من وضعها المعقد إلى وضعية الحل هذه الضرورة التي ندعو إليها لأننا يكفي شعبنا معنا ونريد للعقلات الأضام والعقلات في الجيش والعقلات في الإدارة الكل أن يساهم نحن لا نريد إقصاء أحد نحن نريد للجزائر أن ينقذها الجميع ويساهم الجميع في إنقاذها ويكون للجميع شرف إنقاذ الجزائر من هذا الوضع بما فيهم السلطة بما فيهم الجيش بما فيهم الإدارة بما فيهم كل الجزائر على اختلاف أن تتجليهات من الفكرية والسياسية والإيديولوجية الموقف خطير لكننا دائما ندعو إلى الحذر وإلى عدم الانزلاق إلى مواقف عنيفة قد تجر علينا وينات كثيرة ليس الشعب مساعدا لاحتمالها الآن وهو كذاك سيدة طهر بالأخضر أحد قيادية الجباية سمين الإنقاذ جزيل الشكر لك كنت معنا من الجزائر أعود لك لما سيدة محمد عربي لنفتح محورا مهما وهو محور الإعلام هذا المحور فتح على مسرعيه الأيام الأخيرة وأتى على ذكركم أنتم أيضا حركة رشاد جباية سمين الإنقاذ كل من يعارض السلطة ولا يمشي مع طروحاتها فهو في كفة الإرهاب بل ذكروا ذلك قالوا حتى أن هؤلاء سنعاملهم مثل ما عملنا جماعة تيجنتورين هذا كلام خطير جدا لحزاب المولاد اليوم في أحد القنوات ذكروا هذه المجموعة ذكروا حركة رشاد الجباية سمين الإنقاذ المقاطعين الإرهابيين كلهم في كفة واحدة على أساس منه ضد الجزائر يعني أنت كيف تقرأ هذه اللغة لغة الوعيد والتهديد لشعب الجزائر إن لم تخترع بالأسبوع تفليقة فإن لم تكن معنا فأنت ضدنا مثل ما قال بوش يعني بعبارة أخرى هم أيضا يقولون هذا كيف قرأت هذا التعبير هذا نعم سأجيبك تعليق سريع فقط على قضية الجيش جزء بن فليس في 2004 وهذه معلومة دقيقة يعني كان طبعا الجميع يعلم كان محمد العماري وانت تفضلت وأشارت لذلك كان جنير محمد العماري قائد الجيش أنذاك الدموي الذي تسبب فيه جرائم بلا حدود كان مع بن فليس وكان هناك كثيرين يعتقدون مدى محمد العماري مع بن فليس فانتهى الموضوع لكن طبعا عرفونا التوفيق في آخر لحظة ضم إلى بوطفليقة وتم التزوير لكن الحقيقة التي ربما تغيب على كثير من الناس ولمفهموش لماذا محمد العماري الذي كان وضع الجيش في حالة طوارئ قصوى بأنه إذا فاز بوطفليقة سيتدخل الجيش لأنه يعلم أن هناك تزوير وهم عارفين تزوير وباختصار بسيط لأن محمد العماري عشية الانتخابات ليلة الانتخابات تلقى تحذير مزدوج من السفر الأمريكي والفرنسي تحذير مزدوج طلب منه أن يحضر والتقى بعض العساكر الفرنسيين لطاشي ميليتر الأمريكي والطاشي ميليتر فرنسي مع السفيرين وقالوا باختصار وبسيط وهذه الآن موجودة عن مجموعة من الأشخاص يعرفون ذلك باختصار بسيط أي تحرك نتحملك أنت شخصيا المسئولية وستدفع الثمن وهم يعلمون وطبعاهم يعرفون عنه كل شيء وأين كانت أموال وأين كان هو وأين يسافر ففي آخر لحظة لم يستطع أن يقوم بشيء ولذلك كانت الصدمة بالنسبة لبن فليسوي والصدمة لآلاف الآخرين ممن ناصروه سواء داخل الإعلام أو داخل القضية طويلة الآن عودة إلى قضية الإعلام شاعر يقول إذا جاءت كمذمة من ناقص فتلك شهادة لي بأني كامل وعندما يأتي وأنا سأذكر بالأسماء هذه الأشياء من النهار ومن ميديا نيوز فهؤلاء طبعا أموال جزائر فتحت وعطيت لي سوفها أن يفتحوا بها قنوات ويعبثوا كما يشاءون وأنا في الحقيقة لن أرد لأن الرد الذي قام به الشعب الجزائري عندما الآن في أكثر تجمعات إلى من تكون في كلها أين تذهب قناة النهار وقناة نوميديا نيوز تضرد لأن الناس الشعب يعي ولقد منكرك معرضته أكثر من مرة تجمعات وين كان الهجوم على النهار بالذات ونوميديا نيوز هؤلاء يعرفون الشعب يرى شوف في 1894 ساهمت راديو كان يسمى لدمي الكولين هذا راديو في رواندا ساهم صاحب الراديو ومن معه وكانت تدعمه جهة معينة داخل السلطة بذبح ما يصل فيما بعد إلى مليون لأنه كان يصب الزيت على النار وكان يدعو إلى حرب أهلية أدت على التوتسي والهوتو صاحب النهار جريدة تنوى تلفزيون معروف تاريخه ومعروف أنه طول التسعينات كانت شيطنة أي شيء فيه إسلام شيطنة جبهة الإسلامية شيطن خلق الأكاذيب كان يكتب في جريدة الحياة وكان كل مرة يحطوه مخبرات كل مرة يحطوه في جريدة أحيانا في الشروق أحيانا في الخبر أحيانا في كذا ثم نشروا له ثم أنشأوا له قبل خمس سنوات أو ست سنوات جريدة كاملة والآن تلفزيون كامل انتقل من أرباب الدياريس إلى أرباب بوتفليقة السعيد واخوه وكان في 2004 معروف تصريحاته أنه كان ضد بوتفليقة إلى أقصى الحدود الآن يعبد بوتفليقة هل لهؤلاء ضمير؟ هل لهذا ضمير؟ ولأمثاله ضمير؟ لا هم الآن يعبثون بمليارات الأموال من الجزائريين اللي يعطيت لهم من خزينة الشعب من أموال الشعب يعبثون بها باش يدفعوا إلى حرب حقيقية يعني ما تبثوا هذه القناة مش هي الفتنة فقط هي الدمار الحقيقي بكل ما تعنيه وصاحب هذا القناة ودون أن يدخل في تفاصيل أخرى وهناك تفاصيل كثيرة عنه يعني حقيقة يعفوا لساني عن ذكرها لكن هذا وأمثاله بأموال جزائريين يخربوا الجزائر يدمروا الجزائر يحطموا العقلية الجزائرية يبثوا اليأس يبثوا البؤس وينشروا الفتنة الحقيقية اللي هما يدعون أنهم ضدها لكن هذا هو المطلوب كل من يعارضهم سيتهم وسيشيطن هذا يسمى خطاب الشيطانة خطاب تجنين لديابوليزاسيا كل من يعارضهم هذا بن فليس إذا كان بن فليس اللي كان رئيس وزراء يتهم بالإرهاب فخلاص من بعده الأثر من ذلك قيل اليوم أنا سمعت واحد أنه ذكر أعلم بن فليس أنه أدخل الأسلحة من ليبيا ومش عارف كيف ومباشرة إحدى القنوات أذعت وبثت هذا الخبر على الأساس أنه فيهتهي الأجواء العنف لتخويف الشعب هكذا قالوا على كل حال أنا انتهت فقط الفرصة لقول بأننا نكن التقدير والاحترام والتبجيل لزملائنا في هذه المؤسسات وحاديثنا عن الإعلام لا يعني بالضرور أن نتكلم عن الصحفيين عن الإعلاميين النزهاء والشرفاء نحن نتحدث عن الأجهزة نتحدث عن المؤسسات كمؤسسات التي تتكلم بصفة عامة عن الحمل الانتخابي صراحة نخيات وليس أن أدعو أخوتي الذين يعملوا في هذه هي ليست مؤسسات في هذه المجموعات أن يفكروا جيدا ويسألوا أنفسهم لأنني رأيت مشهد صحفيين يضربون نعم هذه المرة يضربوا في تيزيوز ونظنوا بجاية نحن نندد بأي اعتداء نندد بأي اعتداء على أي إنسان وليس فقط على الصحفي لأن أيضا الصحفي لا يجب أن يكون هو مركز الكون لأن بعض الأمرات تقوم القيامة تموت الناس بصحة الناس تتكلم عن الصحفي فقط صحفي إنسان له حق الحفاظ على مهنته والعمل بكرامه إلى آخره لكن إخواني الصحفيين وأخواتي أستسمحكم يعني هؤلاء اللي يشتغلوا فيها أسألوا نفسكم الأموال اللي تأخذوها من هؤلاء وأنتم تعلمون وأنتم تعرفون واشي يتم في مطابق هذه القنوات وفي جرائد هذه القنوات أسألوا نفسكم هل أنه ناكل الحرام بهذه الدرجة هل نصل إلى أني أنبث الأكاذيب والتضليل أنه يصبح المجرم بطل والحقيقي الحر الشريف يصبح شيطان هل هذا يستحق الخمس ملايين أو حتى العشر ملايين أو السبع ملايين اللي ينديها الخبز اللي يجيب هذه الطريقة الإنسان ما وقديما قيل أن الحر لا تأكل بثديها فما بالك بالحر أن يأكل بالكذب وبلسان الكذب وبقلم الكذب أدعوهم أن يبتعدوا على هذه القنوات قنوات الإجرام والفساد وقنوات النهب قبل ذلك وبعد ذلك فضل فضل محمد سعيد أكيد عندك إضافة طبعا أول وقبل كل شيء تكملة للأخ محمد العربي أنا لا أتكلم على أشخاص في هذه المهنة المهنة هي مهنة شريفة مهنة الإعلام لكن أريد أن أوضع شيء أن الإعلام الآن أصبح السلاح القاتل السلاح القاتل أقوى من سلاح الرصاص والوقائع تبين ذلك حرب العراق والربيع العربي أو الخريف العربي وإلى غري ذلك لكن ما أقول هو أولا هذا البيت القصير حزن وألام في قلبك لهيب الظلام على رجال الخفاء المقيدين الأعلام فالتضليل الإعلامي في الجزائر لو لا الإعلام لما يعني الشعب الجزائري يشاهد نعب لي ما يحبناش وحشا قلت ربي وجوع الكلب يتبعك هاديسة من ناحية الإعلام لو كان الإعلام احترافي ويؤذي المهنة كما ينبغي هذا زاد زيت على نار على نار لأن الشعب لماذا الآن هو استدراج من طرف النظام ونحن نعرف أن الإعلام مصير من طرف النظام ولما لسبب واحد هو إغلاق قناة الأطلس لماذا طيب سمو حمد سعيد لم يبقى لديا من الوقت إلا دقائق معدودة تعدل الأصلا أصابة أعطيني جواب مختصر ليوم 18 أفريل كيف ستصحو الجزائر يوم 18 أفريل والله حذرت هذا يعني لا 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 قل لي كاك من غير ما تقولي حذرت يعني كان ثلاث سيناريوات سيناريوات فاضل باختصار باختصار فوز بوتفليقة واستدراج الشعب إلى يعني ما لا يحمد عقباه سيناريو الثاني السيناريو الثاني فوز بن فليس وسوف يكون تحت المجهر مما قاله من دمانات الشعب الجزائري والسيناريو الثاني هو الاستلاء على السلطة بالانقلاب العسكري وممكن الآن رمي حذر له هذا هو الملاحظة الأخيرة ماذا عن السؤال ليطرح دائما على جماعة بن فليس أنه يخرجون إلى الشرع أم لا انتقاما مما أخذ منهم على أساس أنه إذا أخذت هذه الأصوات صدرت الصناديق وقع تصوير أكبر من التصوير وقع سنة 2004 ماذا سيجيب علي بن فليس أنصاره والله هذا سؤال قد ذكرته وتطرقته إليه في النقطة الأولى لا لن أجر أنا شفت وارح باحدة تكلم باسمه نعم في قناة ما وطرح السؤال نفسه فقال أن علي بن فليس لن يجر إلى هذا يعني الهزيمة الهزيمة وثيقة إذا كان تغيير الكفة إلى يعني في آخر في آخر لحظة يعني ممكن ثواني بعد استدراج كل المكاثب يعني مكاثب تصوير فهذا أنا لا أتوقع يعني هو شوف كين انتلت فوز بوتفليقة وإدراج الشعب إلى ما لا يحمد عقباه فوز بن فليس ووضعه تحت المجهر لتقديم هذه الانتقالية المرحلة الانتقالية أو استهلاء السلطة العسكرية على يعني لتفادي الجزائر للدخول في دوامة ما يقول به الربيع العربي وإلى غير ذلك فضل سيد محمد عارف شوف أولا قضية المقاطعة المقاطعة وحدها لا تكفي طبيعة الحال ونحن عندما قلنا قلنا عدة مرات قلنا تفعيل شيء يسمى تفعيل المقاطعة وهو خليهم يديروا المهزلة لأنهم ستقوم وستنتهي المهزلة وسيفوز بوتفليقة يوم 18 ونالعلي حتى أجازف وأعطيك أرقام الآن ونقول لك من أنهم سيعلنون عن مشاركة تقدر بـ 65% أو ما جاورها قليلا أو أكثر بقليل أو أقل بقليل وسيعلنون بوتفليقة فائز على الأقل بـ 70% بالرغم أن هذا سيغضبه وفي نهاية المطعف يعطون 20% و10% وممكن يقسموها على الأربع الأخرين هذا يلعطهم 10% حتى 5% و20% أو 22% إلى بن فليس ويطلع بوتفليقة هو الفائز الأكبر كالعادة القضية أنا على قناعة راسخة أن الغالبية العظمى من الجزائريين لن تذهب لن تذهب للصندوق ولن تذهب لأنها تعرف أنه ليس صندوق أنه تزيف وتزوير ولماذا يشهد الإنسان شهدت زور وشهدت كذب ولكن الجزء الذي سيذهب وأعتقد أنه سيكون في حدود ربما 15% إلى 20% أعتقد أن الغالبية منه بما أنها ستذهب ربما وضعت أملها كما أخونا محمد السعيد في بن فليس لكنهم لن يحترموا هذا هل سيكون هذه المرة بن فليس ومن يقف معه ومن من لا أريد أن أقول من الرجولة لكن على أقل أن يكون من الشجاعة أن يقول لا هذا تزوير وهذا تزيف ويقف مع كل من يقارعون هذا النظام منذ 20 أو 22 سنة أو 23 سنة ويقفون وقفة واحدة من أن نريد استرجاع الجزائر لا نريد لا دماء ولا عنف ولا قتل نريد استرجاع الجزائر لكن إذا لم يفعلت هذا أنتم رقم تديروه كما بشار يعني بشار الأسد هذا اليوم سوريا كلها محطمة الناس خرجوا على إصلاحات بسيطة جدا فنحن وطالب الجزائرين بسيطة جدا وهي طبق الدستور أن تكون إرادة الشعب هي التي تأتي بالحاكم وهي التي تذهب به وليس الأمريكيين الفرنسيين أو العسكر جزيل والشكر موصول لك أنت أيضا أستاذ محمد سعيد لبيز الناشط السياسي والمستشار الإعلامي الشكر موصول لضيفين الكريمين من الجزائر عبر خدمت السكايب حسن أريبي عضو العدالة جبهة العدالة والتنمية وعضو البرلمان بالإضافة لأستاذ الأخضر الأخضر اللي هو قيادة في الجبهة إسلامية إذا الطهر بالطهر الأخضر بن طهر القيادة في الجبهة إسلامية للإنقاذ بعد دقائق مشاهد الكرام سنعود لنفتح الخطوط لكم أنتم بدوركم لنستقبل أراءكم وأفكاركم واقتراحاتكم وجهات نظركم حول ما يطرحوا العيام الأخيرة قبل يومين من تنظيم الانتخابات التي تراها السلطة نفصلية وتاريخية لدى الشعب الجزائري جزيلا شكر لكم على حسن المتابعة والمشاهدة دونتم في رعاية الله وحفظ وإلى اللقاء بركة الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة